ترأس سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر السيرة في وزيرة السياحة رئيسة مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض اجتماع مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض للربع الثاني من العام الجاري نعم وجرى خلال الاجتماع بحث المشروعات والفعاليات السياحية القادمة في إطار جهود الهيئة الرامية لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية السياحة 2022-2026 وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل للمواطنين وأشارت الصرف إلى ضرورة العمل بأقصى فاعلية ممكنة خلال المرحلة القادمة من أجل تعظيم الاستفادة من عودة النشاط السياحي في البحرين والمنطقة تدريجيا وتقديم المزيد من الفعاليات السياحية والترفيهية المبتكرة الجاذبة للسياح الخليجيين والدوليين بالتعاون مع القطاع الخاص والترويجي لمملكة البحرين كوجهة سياحية رائدة في المنطقة واستمعت وزيرة السياحة وعضاء المجلس إلى شرح من الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض حول خطط التسويق والترويج للقطاع والتسهيلات المقدمة لمختلف المتعاملين مع الهيئة واضفة إلى شرح حول سير العمل في مشروعات البنية التحتية السياحية التي تنفذها الهيئة مثل مركز البحرين العالمي للمعارض وعدد من سواحل المملكة ترجمة نانسي قنقر